السلام عليكم في هذا الفيديو سأدوي لكم على عبدالطيف الجواري الشخص الغني عن التعريف الذي يشغل حاليا ولي بانك المغرب واحد من أبناء المغرب الذي قرأوا في الجامعات ديالو لم يرى مندرسة الطرق والقناطير الباريسية تابعوا معي عبدالطيف الجواري تولد الفاس في 10 يونيو 1939 لعب ديالو اسمه سيد الطلب الجواري الذي كان يشغل المهمة المحتسب بالفاس وكان يرق بالأسواق ندرس القانون في الرباط وبعد التخرج ندخل مباشرة في 1962 في البنك المغرب أي في سنة 23 سنة وعام كامل في الفرعة البنك في الدار البيضاء وبعدها نجح في امتحان التفتيشية وتأنتقر مباشرة بشكل رسمي في البنك المغرب ست سنوات من البعث أي سنة 1962 يطلع الشرف السيغفيس أو رئيس مصلحة الأبناء في 1970 هذه المصلحة ستكون مديرية الأبناء ومالقوح سمى الجواري أنه يسيرها أو مدير الأبناء أي أن السيل الجواري انتقل من رئيس مصلحة المدير في 1974 تعيين على رأس مديرية القرض لديريكسون ديكخيدي يعني أن الجواري انتقل من مديرية لمديرية أخرى ولكن دائما داخل بنك المغرب وهذه المديرية تعتبر أهم مديرية في بنك المغرب عبدالطيف الجواري سيخلل بنك المغرب وسيتعيين وزير منتدى بلدى الوزير الأول المكلف بمؤسساته والشركات العمومية في الحكومة المعطيب وعبيد وفي 1981 يعيين المرحوم الملك الحسن الثاني وزير المالية بعد موقعات مظاهرات حاشدة في الدار البيضاء ومجموعة من مدن المملكة على غلاء المعيشة بسبب السياسة تقشفية لنجهة للحكومة بسبب دخول برنامج تقوي من هيكال حيي التنفيذ تعيين عبدالطيف الجواري كان في محل لأنه نظرا للكافأة تبيين بأنه هو اللي يقدر يقود هذه المرحلة الحارجة من تاريخ المغرب لأنه كيف تعرفه فتطبيق توصيات صندوق الناق الدولي في ترمس مياه ديكساعد ببرنامج تقويم الهكالي لبخوك كانت عنده تبيعات قصحة للبلاد والعباد ولكن كانت بحل شر لابد دمينه لأنه باشترجع التوازنات المكر الاقتصادية لما كانت عليه فكي تطلب جهد وتضحيت على جميع الأسعادة الجواري تكلف إذن بالحقيبة المالية من 1981 حتى 1986 ودوز في هذه الفترة جوج حكومة حكومة المعطيب عبيد وحكومة محمد كريم العمراني في هذه البركات السنوات التي كان فيهم وزير المالية الجواري كانت عنده مشاكل قد الخلق وكما شرحنا فالتكليف على رأس يزارة المالية كان يتزامن مع برنامج تقويم الهيكالي وكان المكلف في هذا الإطار يدبر أزمة التمويلات الخارجية وأزمة الدين ومفاوضات مع الدائنين سواء المجموعين في ما يسمى أو ما يسمي أنا ذاك بنادي لندن أو نادي باريس لكي يعودوا الجدولة الدولة المستحقة على المغرب يعني مشاكل قد تسخت الجواري عاش دونك هذه المشاكل تمانينات وكان عارف بحق التوازنات المكرو اقتصادية ذلك الشعلاج السيدي تقال في واحد اللقاء صحفي نفضل ناكل الخبز والزيت ولا نفكر في تقويم العيكالي نتمنى ندخل الدار ونشد عليها ونأكل الخبز والزيتون ولا نتمنى نمشي نداكرا في ذلك العام لا نتمنى الشيء واحد يوصل نهار 7 أبريل 1986 في عام 2018 الجواري يبدل الاعتباء ويقول الرئيس المدير العام بيدجي البنك بمسي أولي الذي كانت ديك ساعات بنك ديال الدولة لخدمة ديالة بنت في هذه البنكة حيث توجيها باش تبقى تدير كل شيء يعني تقول ببنك اونيفيقسي بمعنى آخر أنها تعطي كريدية العباد الله والشركة تشد الودائع تدخل البورصة إلى آخره لحقا ما حال هذه كانت الأبناء تخصص في واحدة موضوع مثلا أنها تشد الودائع من عدد الناس وفقط ببنك اونيفيقسي تدير كل شيء وكتخشي رأسها في كل شيء كما أن الجواري كان عنده دور كبير في خصصة هذه البنكة في سنة 1995 بمسي أولاد حاليا اسمية ديالها ولدت ببنك أوف آفريكا فهذا المدفع الخدمة في بمسي أولاد تنتخل الرئيس تجمع المهنيين للأبناء المغربية الـ Groupon Professionale di Bank Marocan وكان يعتبر الأب القانون البنكي الذي تصدر في 1893 حيث هو الذي يشرف عليه بطلب من الملك الحسن الثاني رحمه الله في 2000 جوش تلطي في الجواري سيتعين على رأس صندوق سيمير الذي يمكلف بتقاعد القطاع الخاص والمهمة له هو يصلح نظام المساهمات لكوتيزاسيون لهذا الصندوق لحقاش الوضعية المالية مهددة بالإفلاس على المدى القريب الجواري لم تتعطي في سيمير حيث في عام وشوية باقي الرق دار الدياغنوستيك لقاول المشكل وفي مارس 2013 سيتبنى الحكومة برنامج التمويل أو الإنقاذ هذا الصندوق وبناء على توصية الجواري أبريل 2013 بضلطي في الجواري سيرجع البيت بانك المغرب من بعد ما عينه المالك محمد السادس والي عليها وعود ثاني سيقود واحد الحملاء بشي دير الإصلاح هذا الإصلاح الذي وصفه هو بالإستيجال الإصلاح من الأورغانيجرام بانك عودة عجلة الأورغانيجرام القديم وخرج منه واحد أخر جديد زائد الإصلاح الموارد البشرية وخدم على أن الموظفين بانك المغرب يكون عندهم خاصة على باقي الموظفين الوظيفة العمومية كما أنه تخلي على هذه القضية أن الموظفين بحل بحل يخدم بحل ما يخدمش كلهم يشدون نفس الصالير الأداء والكفاءة هي الفارق كما نرى في نقبل فالجواري بحل يتعلم على الجزرح كبيرة إما يتعين بشي قد يحمل الإصلاح وينجح فيها بحل قيادة المفاوضات مع الصندوق النق الدولي أو البنك الدولي في إطارة قيم الهكالي أو النجاح في القانون البنكي وينجح في تفاديها أو الإصلاح المهم السيد كي يخدم معقول وإما كي يكون خدم حتى تخرج لماذا هي مصيبة من الجنب ولكن كان جح في تفاديها بحل في 2008 من اللي جت أو وقعت الأزمة أو أزمة القرود الرهنية لضربة الولايات المتحدة الأمريكية وإطرت على العالم كامل أو أزمة السيولة في 2012 والمقولة الشاهرة بن كيران عفى الله عما سلف أو تحريصها على الصرف 2017 أو الأزمة التي يقلقها هذه المصيبة جديدة فيروس كوفيد ساتاش المهم أن الجواهري ديما كيخرج فيها أو كيخرج منها سالم غانب السي الجواهري حسب المراقبين كي يجينيشان وكي يحتسب على الجرح وكي يقول لك شي اللي كان عنده واحد العقيدة أن التوازنات الماكرو الاقتصادية هي الأصل والباقي عنده ماشي مشكلة يعيو يقولوا لي رخاص اطلق لنا شوية التدخم ويقول لهم لا وكيسترع لها بالحمر وربما أن التجربة لعاش الثمانينات هي اللي خلاتوا يشد شدات العماف الظلمة في هالتوازنات الماكرو اقتصادية السيد عنده ثمانينات عام وباقي كايطي تبارك الله ووراكم مشفته في اللقاء الصحفية اللي كي يدير مرة مرة الجواهري خلال المسيرة دياله حصل على بزاف الجوائز وتكرر مش حامل مرة ولكن لو أعرف يوم أن ميريكا نعترف به وصنفه من أحسن عشر ديال بمدراء البنوك المركزية في العالم أربعة مرات متتابعة وفي الترتيب كي بنحسما جيروم بول رئيس مجلس المحافظين للنظام الاحتياجي المهم كان بزاف ما يتقل على هذا السيد ولكن كخلاصة قدروا نقلب الجواهري عبدالطيف هو شخص ولد المغرب قرف المغرب ماشي في مدرسة الطرق والقناة البنوك المغربية وبين على الكفاءة دياله دوز كارير قد سخت وكان في مما يدوز كي يخلي نتائج الإيجابية بدأم بتسير دياله التقويم الهكالي ووصولاً القيادة دياله لبنك البنوك المغربية بنك المغرب تهد الله وفراسكم والسلام عليكم